الحقيقة ان ناس بتحب الحاجات اللي تخوفها موضوع الكلام عن القرين للأسف فيش حاجة اسمها ان الانسان بيتعامل مع القرين بتاعه ولا وجود في الاساس لتعاملات بين الانسان والقرين بل ان اصلا مفيش تعاملات بيننا وبين الجن الا بنسب ضئيلة جدا 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 لكن ردا على سؤالك عزيزي نعم الجن بامكانه تشكل في احاديث عن سيدنا رابع صلى الله عليه وسلم بتؤكد ان هو كان بيتشكل والشياطين كمان بتتشكل مش الجن بس يعني يقدر نشوف الجن في صورة انسان او في صورة حيوان طبعا طبعا ده امر مؤكد لكن لوقته قلال جدا طب بشكل سريع عشان نرجع لنيكولات اسلام عايز اعرف انا دلوقتي لو شفت جن ومتشكل في صورة حيوان او انسان بيبقى شكله عامل ازاي او قدر عرفه منين مش تعرفه خالص نهائيا لان هو بامكانه التشكل بالشكل البشري تماما مش تقدر تفرق ده انسان ولا مش انسان مش عارفه خالص مش هيبان في حاجة ولا عنيه مشققة بالطول ولا ولا عنيه لونها احمر ولا الكلام ده خالص هو شبهك بالزبط وشبهي بالزبط طب هلا ايه بياكل واشرب عادي ولا لا اكيد بص هو ممكن يعمل اي حاجة لكن ما يقدرش يقعد لوقت طويل يعني استمراريته قدامك هو طبعا مستحيل يظهر قدامنا بالشكل الطبيعي بتاعه لكن هو بامكانه التشكل باي حاجة حيوانات او بشر وجوده ما تخطاش الدقيقة ما ينفعش يتخطى الدقيقة هي نفس الميكانيزم بالزبط بتاعتنا لو غطصنا تحت المية هو وسط غير ملائم بالنسبة له يا مهر ابيض يعني هي المعادلة كده ان هو كأنه كأنه تحت المية فمعرفش يقعد اكتر من ثواني معينة هو ده المثال المقارب لها ان تشكل الجن في شكل الانسان يلتزم منه بوقت ايستلزم منه وقت كأننا احنا بنغطس تحت المية بالزبط هو موجود في اجواء غير الاجواء بتاعتنا هو موجود في اجواء لا تلائمه بشكل كبير خلي بالك ان تشكله في حد ذاته امر صعب يعني انت بتقولي لو حد مثلا معدي قدامي وشفته بشكل سريع جدا وعدة من حتة وبعدين ما شفتوش عدة من الحتة التانية دي بتحصل كتير وارد ده ممكن يبقى جن طبعا او الشطاء بس الشياطين مش موجودة في رمضان ده مؤكد على فكرة الجن موجود يا الشياطين بس مش موجودة في رمضان لكن الجن موجود طبعا وممكن ان هو يظهر ويختفي قدامنا وممكن يحرك حاجات قدامنا وممكن يقوم باخفاء حاجات من قدامنا وممكن يظهر حاجات قدامنا في حاجة بيعملوها اللي هي السمياء ان هو احيانا النصابين لما يتحكوا على الناس يقولوا ان هطلعك مقبرة اسرية فيطلع له تمثيل ويشوفها قدامه يشوفها ويمسكها بأديه ومتأكد انها موجودة وبعد عشر دقيقة اختفي ده كله بيتم عن طريق الجن وعن طريق التعاملات مع الجن وعن طريق تسخير الجن بيتقال انه الجن لو اتحول او بقى في صورة كائن تاني يعني حيوان او انسان بيبقى ليه الخواص بتاعت الانسان ان هو لو حد ضربه هيضربه صحيح ولو قتل على هذا الشكل لو حد قتله على هذا الشكل هيقتل خلاص طبعا ان هو خرج برا نطاق المادي بتاعه احنا بنتكلم عن مخلوق من نار ابتدى يخش في مجال مغير المجال بتاعه تماما وابتدى يتعامل مع مخلوقات من طين اللي هو احنا فمعنى كده ان هو لما بيتشكل بالشكل بتاعنا بيفقد جزء كبير من امكانياته خلاص هو بقى مرقي بالنسبة لنا واصبح مسجون داخل الاطار اللي هو موجود فيه دلوقتي سواء بالشكل الحيوان او بالشكل الانسان اللي هو موجود عليه يعني بص محمد ودنا فيه روحنا للجن ده هنا بقى يجي السؤال الاخير اللي فيه قوالان كتير ده تسألي بقى برضو على المسلسل بقى اني ما تفرجش عليه طب هو بيتشكل هو بيتشكل خلاص احنا عندنا للوقتي ما يؤكد ان هو بيتشكل هل معنى كده ان ممكن يحصل تزاوج بالانسوجن مش هو تشكل بالشكل البشري صح هو تشكل بالشكل البشري هل ممكن يحصل تزاوج بالانسوجن مدام تشكل بالشكل البشري علامة استفهام كبيرة جدا ممكن يتجوزه ما هو ده السؤال لا هي علامة استفهامه ولا ممكن ما تقول لي في كلام كتير في هذا الأمر لو فكرنا فيها هل ممكن يبقى فيه زواج بين الإنس والجن معنا كده أن الحقيقة على الأرض هتنهار معنا كده أن الأنساب هتختلف من المستحيل أن يحصل زواج حقيقي بين الإنس والجن إحنا بنتكلم عن كائن مختلف تماما في التكوين بتاعه عن البشر إزاي يحصل تزوج بينهم إلا لو كان على المستوى الحسي ولا ينتج عنه أطفال عشان أتسألت السؤال ده كتير جدا معنا كده أن إحنا ممكن نلاقي واحد يتجوز جنية وخلف منها كلام ده غير صحيح مستحيل يحصل وإلا كتالأرض ما بناش عارفين أنساب بعض بقى يعني الموضوع بقى مكسد نعم أنت بتقولي دلوقتي أنه مستحيل حد يتجوز جن ويخلف منه